وكان رئيس الجمهورية برنامجه وأول سنة قال هذا العام سيخصص للسينما هل إحنا يا دولة مؤمنين بأهمية هذه الصناعة العظيمة؟ ولا مش مؤمنين؟ الموضوع أكبر بكتير من أحمد السبكي بنت مسكة مطبا ومن إن فلان رأس وساعة سوار غنة الموضوع أين هذه الصناعة العظيمة؟ اللي كانت بتعد في الصناعة الثانية بعد القطن في التصدير والصادرات هل الدولة مؤمنة بالسينما؟ عايزين أمارات إن الدولة مؤمنة بالسينما السؤال أكبر من كده هل الدولة مؤمنة بالفنان والفنانين؟ أشك دي في إيدك أنت بقى أشك لا مش في إيدي أشك إن الدولة رغم إن رئيس الدولة في كل خطاباته بيكلم على القوى النعمة ودور القوى النعمة إنما فجأة دور القوى النعمة باتلاشة في أجهزة في الدولة بدأت تهمش دورنا بدأت اهتمامها بالفنانين يبقى اهتمام ضعيف جدا حتى بقينا إحنا أما بنتعزم في حاجة بنتعزم من باب يعني يلا لا إحنا فنانين مهمين والفنانين هما اللي قادوا صور التلاتين ستة والفنانين والمثقفين هما القوى النعمة اللي الدولة تقدر تحارب بيها الإرهاب وتحارب بيها أي فكرة معينة إحنا محتاجين نقعد مع رئيس الدولة يجيب الفنانين يقعد معاهم ونشوف إحنا فين السينما فين ونصح فين فرقة رضا فين يا مادام هالة مصح العراس فين يا مادام هالة السفك القومي فين الحاجات دي بتندسر الحاجات دي بتتلاشى والدولة تشاهد يعني مش هارفة أقولك إيه بس دي حقيقة يعني حالينا نبقى صرحة لا لازم نبقى صرحة معنا يعني يا الدولة مؤمنة بالفن والفنانين ولا لا يا الدولة مش مؤمنة بزبط أنا ما فنان بيها يعني آسف اللي بقوله بعضها تسول بيش حد بتسول ليه إحنا لينا حقوق في الدولة لينا حقوق إحنا الفنانين دولة شكلوا وجدان شعوب مش شعب الفنانين دولة كانوا يعني مصادر دخل كبير جدا للدولة الفنانين دولة هم اللي أعطوا البسمة وأعطوا البهجة هم اللي عملوا حيات كتير قوي إحنا فين؟ إحنا نقابتنا نقابة إحنا عندنا إيه؟ ميت فنان ميتين فنان هم المشاعير اللي بيقبضوا يعني فلوت كتير إنما السواد الأعظم عندنا شعب يعني السواد الأعظم ومع ذلك الإزاعة فين؟ مبنى الإزاعة بقيت تروح يتحزني خلاص ده حي لمصلحة مين إن التلفزيون المصري دوره بينكمش لمصلحة مين إن الإزاعة ده كان فيه زمان إزاعة يسمع إزاعة المكلسوم تربينا عليها وعيشنا عليها الله فين؟ هل الدولة مؤمنة بالفن؟ هل الدولة مؤمنة بالفنانين دورهم؟ دورهم؟ ولا لأ؟